منذ عام 2009 تمت المباشرة ببناء مستشفى الأربعمائة سرير في قضاء بعقوبة كمشروع وزارية لإنقاذ المحافظة من النقص الحاصل في الأبنية الصحية وحتى أعدادنا للتقرير المشروع لم ينجز بالرغم من استئناف العمل وتوقفه لأكثر من مرة حاولنا معرفة الأسباب التي حالت دون إنجازه فكانت مساومات من قبل متنفذين في وزارة الصحة أنذاك للشركة المنفذة سبب الرئيسي لتوقف العمل هي المساومات التي تعرضوا لها بداخل الوزارة من أحد الشخصيات المتنفذة أدت إلى إيقاف العمل بهذا المشروع الحيوي وبسبب رفع عدة تقارير ضد هذه الشركة أدت إلى إيقاف العمل والتالي هو الخاسر الأكبر المواطن من استخدام هذه المشاريع الحيوية تقديم شكوى ضد الشركة المنفذة للمحاكم من قبل دائرة المفتش العام في الوزارة وتم سحب العمل من الشركة لأسباب وصفت بالتعسفية لتقرر المحكمة رفضها قرار سحب اليد ليستأنف العمل بها من جديد من رئيس الأول إجراءات إدارية والتوقف والسحب العمل كان تعسفي وراح المشروع إلى المحكمة والمحكمة ما أقرت بسحب العمل ما إيدته من أحد الأقسام في وزارة الصحة من دارة المفتش العام وتوقف المشروع لفترة طويلة مساومات وضغوطات من قبل متنفذين داخل وزارة الصحة عن ذاك كانت وراء عدم إنجاز هذا المشروع فأغلب المشاريع الوزارية في المحافظة متلكئة بل أن البعض منها أصبح آي للسقوط علي إبراهيم قناة دجلة ديالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر